السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد و شارعكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير سمحوا لي هاد اليامات ما كنت شنبان على اليوتيوب هما على الانستقرام كنت حاضرة اللي راهم معي على الانستقرام مع لبلهم وين كنت مذوقا راني جيت لداري و حبيت هاد المرة ندير معكم الفلوغ و ندير لكم هكذا فيديوهات نبدله شوية و نشوفوا مع بعضنا وين راحت اهنا كما راكم شفتوه في الليل بعد ما كملنا العشاء و اغسلتلو معا و رحت نوجد في الافاليز اللي نديها ووجد فيها حويجي و حويجة رجلي و ثاني وجدتو اسكية ماكية جريحة ادواء مهم الحاجات اللي نحتاجهم وهنا نضنا الصباح رفت المخدن تعيب لا المخدن تعيب ما نقدرش نرقود و خرجنا هنا يكون افطرنا الفطول متاع الصباح و رحنا ندو في عجوستي و شيخي ثاني ديناهم معانا اهنا الوجهان تعنا كانت الاسطنبول رحنا لدار طفلتي رجلي عندو اخته وحده بركين غيره هو و اخته و عندها وليدها صغير توحشنا عندنا بزاف ما شفناهش قلنا نروحو نقعدو ليامات اللي يكتبوه ما ربي و نشوفو ولدها اهنا راكم شفتو اه خرجنا كان الجو في انقارا اه كان بارد بزاف و راكم شفتو هذاك اللي كانت في الطريق هذاك الباب متاع انقارا يفصل بين ولاية و ولاية هنا كونا خرجنا من انقارا و كان كما شتو الجو مغيم بعدها اهنا مشينا بلك ساعة و نص ولاح بسنا نشربو في الشاي راكم شفتو هاد الولاية كيف شفيها الثلج بزاف و البرد هنا يلقى تراك الثلج عفوا الشاي يحبوه بزاف و لكون يصابوه كل دقيقة يشربوه حبسنا هنا ثاني نشربوه في الشاي و بعد هنا هنيا بعد ما شربنا الشاي مع هذك الكعك التركي اللي هو السيميد راني هنا مع انا راكم شفتو ها خرجنا ندورو يعني هذي كمال سنتر كوميرسي الكبير عجوزتي حبت تشوف كش متشيري و انا هنا مشيريت والو صورت لكم برك شوية و خرجت هنا راني معاقبة نفسي حبيت نضعاف شوية بس قلت زيت شوية في الميزان قلت نضعاف شوية و بعد نشري الحبايج وهنا يا بعد ما كملنا كما قلت لكم شابنا الشاي و كلش كملنا طريقنا هنا يا راكم شفتو بدينا قريب نلحقول اسطنبول و الجو تبدى المرة المطار هنا سبحان الله ماهيش تصوب راهي تسيح راكم شفتو قاعة التنوبيلات لي كاميون قاعة بالفودو ترس كان نبدال الضباب شوية و كما قلت لكم المطار كانت بزاف اهنا يا جوعنا شوية راكم شفتو هذا تلكاعك خدمة عجوزتي ان شاء الله يا ربي هذي اليامات نقولها تخدمو هي و تديروه في رمضان مع الشربة ولا في رمضان في الصحور ثاني يجي بزاف ابنين نحبوه مع الحليب اهنا يا كنا دخلنا الاسطنبول لكم شفتو البحر و لكم شفتو الجو ثاني هي كيفاش مبدل اه لكن اسطنبول ماهيش باردة كما انقارة اسطنبول دافية بزاف اهنا يا كنا لحقنا لدار طفلتي هي راهي خدها مبسع لبالها باللي يرانة جايين هنا غير دخلنا قاعدنا شوية و بعد روحت انا وعجوزتي للكوزين انا نوجدوه في الغضاء هنا تغدينا شوية روطار يعني تقريبا عشرة تغدينا حول ساعة الخمسة وللستة هناكم شفتوه شعلنا النار برا و بعد هنا يا ماريني جنحتين لتعالجاج ياكلوهم بزاف هنا يوجو بزاف ابنان في الشواء ماريني توما عادي يورد و دبس نتاع الرمان اه درت لي زي بيس وهنا يا شلاذة اغسلتها نوري لكم هاد العشبة اسمها ديروتو باللغة العربية اسمها الشبت في الزاير واقل ما عندناش وهاد الورقة اسمها اه روكا تجي بزاف بنينا في الشلاذة انا ما نحبهاش بصح تمد وحد الزوق بزاف مليح في الشلاذة وهنا كم شفتو عجوزتي قاعد تكملت قطع هي في الشلاذة وانيين والجد هنا في الطابلة احنا شوفوا البنات درت لكم فيديو عادي يعني صورت بلا ما زوقت بلا ما حطيت حاجة يعني عادي اه باكا انها هنا دار يعني انا ما عندي مشكلة نصور كلش ديت الاذمة صاحبة الدار وقالت لي الدار دارك وصوري كلش لهذا صورت لكم يعني كيم ما راكم تشوفوا ما درت حتى حاجة زي دولة نقصة وهنا يا اه رجل خطة رجلي اه هو اللي راهي شوي هنا في الجاردة انا حبيت برك ان نصور لكم شوفوا الجاردة مشحل بزاف شابة لكن راكم تشوفوا الارض كيفش راهي مشمخة ان شاء الله يا ربي نولو فاربيع وتشوفوا الحالة خضرة ونصور لكم كلش مليح هنا هو بده يشوي ونراني الداخل ان وجد انا وعجوستي وراكم تشوفوا هنا برك نوري لكم هاد لاستيوس بلكين بزاف منكم اللي يعرفوها شوفوا هنا بعفون بعد ما يشوي مثلا شوى ضركة هنا يجنحتين تعالجاج درنا وفي القدرة هنا بش يبقى هو سخونين ماذا لا يشوي الحم بش ميبقاش هذك اللي لقون تعالجاج في الحم يخلي الشوى يتحرق هذك الزيت وحده بعدها بهذه البصلة يفتحها هذك ذا على زوج ويحك بها هذك ولا يمسح بها هذك الشوى يمليح بش ميبقاش ذوقا تعالجاج ما تعالجاج ما تعالجاج ما تعالجاج ماتاع الحم المهم هذه حبيت منوريها لكم وهنا راكم تشوفوا كنت ترتلو ثاني الكفتا وجدت هالو الداخل في الكوزينة وخرجت هالو وهو هنار هي يزيد يفتح فيها ابيدو. في الانستغرام وريت لكم عجوزتي وهي تدير في الكفتة جي بزاف بنينة يا البنات لو كانت تجربوها بطريقة اللي يعني اللي حطيتها في الانستغرام وان شاء الله في هذا اليام الثاني ولا في رمضان نوري لكم كيفاش يديروها هما هنا في تركيا يكلوها بزاف مشوية ولا مقلية مع الروز جي بزاف بنينة وهناكم تشوفوا القدرة ثانية حطها على جهة باش لي شويها يفرغها فيها باش تبقى سخنة وهنا راه شوي في الكبدة كما قلت لكم البنات هذا راه فيديو عادي هكذا يعني لا طبيعتي ولا طبيع تاني ناس الدار باش تشوفوا يعني الحياة كيفة هنا يا ذوكا خليتو يكملي شوي وثاني قلت له خلي النار مطفيهاش باش نديرو عليها الشاي في الصهره هنا يرشتو بعد ما وجدت طابلة وخليت هذو الحم والجاج خليتهم هكذا في القدرة باش يبقا وسخونين كان طفلتي هنا يا ذوكا راهية معانا وثاني زدرت بدمجان مشوي في النار زدت له برك اليورت بعد ما قشرتو ومرستو وزدت له الثوم والملح ودرت له شوية فلفل حمر حار ومبعد زينتو هنا بالمعدنوس وش لاذا يدرتها عجوزتي هالي قطعتها وهذاك هو واجان يعني ولي الطفلتي وهذه عجوزتي هي اللي راهي تسربينها هاكذا هذي هي الطابلان تاني كما قلت لكم خليت هاكذا كل حاجة يعني على طبيعتها ثاني الفيديوهات هذي التلقائية ثاني جيبزة في مليحة راكم شوفتو انا راني نحط غرش ويا راني نحاول ننقص في الميزان وحبيت نوري لكم هذي صوتو هذي الباربيكيو صوتو ثاني جيبزة في مليحة ام عشوة واحنا يا بعد ما كملنا العشاء ودرت المعين فلاو يسال قاعدنا ذوكنا وراجلي وخطها راجلي ورجلها قاعدنا برا دايلين هاكذا النار ونشربوه في الشاي درنا النار ولا عفوا اندرنا الشاي على هذي اسمها الساما يديرو فيها النار متحت والمسخون ولتاي يعني تقعد الطيب على النار وشوفت ولتاي ولا القهوة كي الطيب على النار كيف يجتمد ذاك الذوق البنين وهكذا حبيبتي كنا وصلنا نهاية الفيديو نقولكم انتظروني في فيديو لاحق مع السلامة